دشنت مؤسسة إنجاز التنمية بتمويل كارمين من مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة في مجالات حيوية تسهدف الشباب والشابات في محافظة لاحق وفي الافتتاح أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لاحق صاحب عبد العزيز على أهمية هذه البرامج في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم من جانبه أعرب مدير المشروع في محافظة عدر محمد فيصل عن سعادته بهذا الإنجاز مشيرا لأن هذه الدورات تأتي في إطار سعي المؤسسة لتوفير فرص تدريب نوعية للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة